معظم برامج مكافحة الفيروسات توفر حماية ضد ملفات التجسس ولكن تشغيل أكثر من برنامج مكافح ملفات تجسس في وقت واحد قد يؤدي إلى حدوث تعارض مع بعضها البعض لذا تأكد من إيقاف تشغيل Windows Defender عند تثبيت برنامج آخر وللقيام بذلك اتجه إلى قائمة إبداء كافة البرامج Windows Defender اتجه إلى الأدوات ثم الخيارات اتجه إلى خيارات المسؤول الموجودة في أسفل الخيارات ألغي الخيار استخدام Windows Defender انقر زر حفظ قد تظهر لك نافذة التحكم في حساب المستخدم انقر زر متابعة إذا لم تقم بتثبيت برنامج مكافح ملفات تجسس سيضه لك تنبيه من مركز الأمان يخبرك بأن النظام غير محمي بمكافح ملفات تجسس تجاهل هذا التنبيه ولا تنقر عليه عند ظهور نافذة تأكيد إيقاف تشغيل Windows Defender انقر زر إغلاق يمكنك الآن تثبيت برنامج مكافح ملفات تجسس جديد إن لم تقم بتثبيته مسبقا ترجمة نانسي قنقر